بسم الله الرحمن الرحيم متابع نواقض الوضوء الناقض السادس الناقض السادس غسل الميت والغسل بالفتح بمعنى التغسيل ومعنى ينقض غسل ميت أي تغسيل الميت سواء غسله كله أو بعضه ويشمل تغسيل الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد سواء من وراء حائل أو بدون حائل وهذا هو المذهب وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله والأئمة الثلاثة قالوا بخلاف هذا القول الناقض السابع أكل لحم الجزور لحم الإبل ويشمل الني والمطبوخ اللحم يشمل الني والمطبوخ لأنه يسمى لحما وهذا الناقض أيضا من مفردات المذهب واستدلوا لهذا الناقض بحديث جابر ابن سامرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل قال أنا توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ الناقض الثامن كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا وهذا يعتبر ضابط في باب الطهارة كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا مثال ما يوجب الغسل ويوجب الوضوء خروج المني فخروج المني موجب للغسل وهو خارج من السبيلين فيكون ناقض للوضوء بقاعدة كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض مسألة من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس تيقن الحدث وشك في الطهارة فما الحكم الحكم أنه يبني على قاعدة اليقين وهنا صور الصور الأولى إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فالحكم أنه طاهر مثال تيقن أنه توضأ للظهر وأنه على طهارة ثم شك هل انتقض هذا الوضوء أم لم ينتقض فهنا الشك تساوي الاحتمالات واليقين أنه قد ذهب وتوضأ واستعد للصلاة لكن طرأ عليه الشك أنه انتقض هذا الوضوء بحدث فنقول الأصل أنه طاهر فيبقى على طهارته الصورة الثانية العكس إذا تيقن الحدث ثم شك في أنه تطهر فنقول أنه محدث وأنه غير طاهر مثال تيقن أنه ذهب إلى دورات المياه وقضى حاجته ثم شك هل هو أحدث بعد ذلك وضوءا أم لم يحدث وضوءا تساوت عند الإحتمالات فنقول أنت تيقنت أنك أحدثت وشكيت في أنك تتخرت فالأصل أنك محدث فيتوضأ ويتيقن بذلك أنه طاهر وقاعدة البناء على اليقين وطرح الشك هذه قاعدة مهمة وخاصة في هذا الزمن الذي كثر تسويس الناس أو الناس كثر عندهم الشك والوسواس فهذه القاعدة مهمة في أنه يطرح الشك ويبني على اليقين دل على هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليطرح الشك وليبني على ما استيقن وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا يترك أحد صلاته يعني بعضهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم قد يشق الإنسان وهو في صلاته إنه خرج منه شيء فقال صلى الله عليه وسلم لا يترك صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فلا يزول اليقين بالشك هذه قاعدة مهمة ويكون عليها أو يبنى عليها صور وفروع كثيرة ستأتي معنا خلال البحث في هذه المسائد إن شاء الله عز وجل ترجمة نانسي قنقر